اليوم قرأت قصة في أحد القروبات بصراحة عجبتني كلش واحدة يتحدث عن قصة يقول أنا بأيام النظام السابق حتيت لكتة سياسية فانسجنت يقولوا وإحنا كنا في داخل السجن قبل كانوا يسمونها الصخرة يعجبوننا سيارات ريم هاي القديمة ويأخذونا للصويرة المزارع واحد من المسؤولين الليم قطن والساعة بالعربعة ينتهي الشغل باصات الريم اترجعنا إلى سجن أبو غريب يقول كانوا يانا الشرطي اللي هو الحارس الوحيد اللي عسوا جناء اللي ماخذيهم يحومون قطن عند هاي الرشاشة الروسية القديمة ومالقبضتين يقول من نسعد بالسيارة يذبها تصير جاو واحد من الكوشينات ومن نرجع زهير أهله بالمشتل ينزل على الطريق ويروح يضطر الشاشة الواحد من نسو جناء يقول لها من توصل سلمها للمسجب يقول واستمرنا على هذا الحال مرة اثنين خمسة ستة سبعة يقول واذا بهذه المرة واحنا راجعين زهير نزل بالمشتل وراح له له واحنا على طريق القناة وقفة الريم نزل السايق يسوي بالمحرك يشوف هيتشي يجيب ودي هيتشي ورجحها منا رجع علينا قال اخوان دبروا اموركم هذا السايق يقول للسجناء لأنه غير السيارة قام يقول احنا نباوع بعد لتعداد المسائي بالسجن ساعة ونص ونخاف كل الخوف خاف يصير التعداد المسائي وما يقولنا يهجمون بيوتنا يعتبروننا هاربين من السجن لا يخلوننا ابو ولا يخلوننا اخت ولا يخلوننا ام فيقول انتشرب الشارع كل من يتشلب لها بواحد بلك يوصله حتى يلحق على التعداد المسائي احنا ما عدنا فلوس طالعين من السجن فيقول اللي يتشلب لها بلور اللي يتشلب لها بيكم اللي اللي قال لها بالحلال حمدنا الله وشكرناه انه وصلنا قبل التعداد المسائي ما للسجن هاي القصة معناها هذا هو الهيبة القانون والخوف من القانون الدولة لما تكون قوية لما يكون قانونها قوي ولما يهاب القانون والمسؤول يكون قويا عندما يكون القانون الذي يحكم به قويا الآن المسؤول يبوق الموظف يبوق نائب يبوق استشار يبوق بالتعليم يبوق بالصحة يبوق صار البوق جزء بل كل أساسي من هذه المنظومة ومو بساقنا نغني عليه بوق يمعود بوق بوق لا يخرط السوق ولا أحد ينتبه أن عملية السرقات والفساد المنظم أتعبت القانون وعندما ينتهي القانون في أي دولة تنتهي هذه الدولة من الوجود فلا بد أن تكون هناك أحكام ومراجعات حقيقية أنه كيف تتم السرقات ولماذا تستفحل السرقات ولماذا هذه الفئات ما زالت تسر على أن تسرق البلد إلى الحد الذي وصلنا إليه وأنتم تشوفون نحن في كل مناسبة نحاول أن نفتح هذه الملفات لنقول إلى الآخرين اسمعوا ما الذي يحصل وهناك استرخاء كبير بالتعامل أهم مفصلين في أي دولة هو التعليم والقضاء عندما يصل الفساد إلى هاتين المؤسستين فاعلم أنه هذا البلد أقرى عليه السلام